نعم أولا ما زلنا نرى أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حتى يعني وكأنها تلتصق بالسحب لا يمكن أن نحصل على رؤية واضحة لذلك المكان بسبب أعمدة الدخان الكثيفة التي نراها هناك في الحي المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل كبير هذه المنطقة أيضا نسمعها بشكل واضح عن قرب أيضا قبل قليل قنابل إنارة كانت تطلقها إسرائيل نحو مناطق في منتصف أو في المحافظات الوسطى لقطاع غزة هذا يعني بأن هناك أيضا تجري عمليات للجيش الإسرائيلي وأيضا ربما قد يكون أيضا عمليات اشتباك وقنابل الإنارة أيضا هدفها كشف مواقع للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة ولكن كما قلت هنا المدفعية تضرب بشكل مكثف منطقة الشجاعية وأيضا ربما مناطق أبعد من ذلك إلى الشرق قد تكون استهدافات لوسط مدينة غزة كل ما نعرفه عن العملية العسكرية إلى الآن هو بالطبع منط بما يصدره الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي وهو يتكتم على الكثير من المعلومات ولكن ما نفهمه بالطبع هو أن هناك بعض التقدم أيضا في منطقة خان يونس التي يقول الجيش بأنه أو مصادر أمنية لم تكشف عن اسمها تقول بأن هناك قد تستغرق إسرائيل شهور من أجل تمشيط تلك المنطقة منطقة خان يونس وأحراز تقدم فيها أو حتى حسم هذه المعركة إذا ما كان هناك في نهاية الأمر حسم لهذه الحرب في قطاع غزة ولكن يعني بالعودة إلى الموضوع السياسي يفترض أن يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في زيارة ثانية منذ بداية هذه الحرب كانت زيارته الأولى بعد أسبوع من بداية هذه الحرب ويفترض أن يصل إلى إسرائيل ليجتمع غدا مع مجلس الحرب الإسرائيلي في الساعة الواحدة من بعد الظهر ما نفهمه عن هذه الزيارة هو استمرار الضغوطات الأمريكية يعني كما يقول بعض المحللين السياسيين بأن ما يصدر إلى الخارج هو ليس ما حدث داخل الغرف المغلقة بمعنى أن داخل الغرف المغلقة هناك خلافات أشد مما نعرفه أو مما يظهر للعلن ما بين إسرائيل والولايات المتحدة خاصة على خلفية زيارة جاك ساليفان إسرائيل قبل خلال اليومين الأخيرين أيضا يفترض بأنه لويد أوستن يأتي أيضا ليكون هناك ضغط أكبر من الولايات المتحدة على إسرائيل بشأن المرحلة القادمة من الحرب بالأساس قضية الجدول الزمني أي متى وكيف سيحصل هذا الأمر كيف ستنتقل إسرائيل من مرحلة الحرب الكثيفة هذه بالوتيرة الحادة إلى مرحلة أقل حدة بحيث تكون فيها الهجمات الإسرائيلية هي على شكل مداهمات محدودة زمانيا ومكانيا تقوم بها قوات القوات الخاصة وقوات الكوماندو على مناطق معينة في قطاع غزة وانسحاب الكثير من جنود الاحتلال إلى خطوط معينة ستتموضع فيها يرجح أنها بالطبع على الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل أيضا الولايات المتحدة حسب ما نفهم تريد أن تفهم من إسرائيل ماذا سيكون بعد هذه الحرب تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا بالأمس قال نتنياهو في خطابه بأن بعد الحرب ما سنراه هو غزة منزوعة السلاح وأننا لن نرى لا فتحستان ولا حمستان بمعنى أنه لا يريد إدارة حماس لقطاع غزة ولا إدارة فتح لقطاع غزة ولكنه لم يقل ماذا يريد هو قال بأنه ستكون سيطرة أمنية إسرائيلية لفترة طويلة كم ستمتد هذه الفترة لا نعلم حتى الآن لا شك بأن تصعيد الخلاف ما بين نتنياهو والولايات المتحدة هو قد يكون جزء من خطة إسرائيلية أو خطة لنتنياهو من أجل رفع أسهمه ما بين المصوتين اليمينيين المنتخبين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تراجعه بشكل كبير ما بين منتخبيه في الأحزاب اليمينية وفي الأوساط اليمينية ولذلك هناك أهداف سياسية أيضا لإطالة أمد هذه الحرب في قطاع غزة بالنسبة لنتنياهو سنرى كيف ستكون هذه الضغوطات الأمريكية هل ستكون ضغوطات كبيرة أم لا ولكن بالطبع ربما أهم موضوع الآن بعد موافقة إسرائيل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد يكون قضية استهداف المدنيين وتحذير أمريكي بشأن أعداد الشهداء التي تتصاعد كل يوم بشكل غير مسبوق داخل قطاع غزة شكرا لك إيمان جبور مرسلتنا من غيلاف غزة